أيضا لأننا تحدثنا عن المعنى الأول بهذا الموضوع هو الدكتور وسيني الأعرج فأكيد يجب أن نستمع أيضا لما يقول الرواء وسيني الأعرج في كل أو حول كل ما أتير من ضجة مؤخرا نتابع ثم نعود مجددا أنا كون جيكو مونسي أنا بديت من القصيدة اللي هي قصيدة من قطول معروفة يعني ومثل جميع يعني قرأت هذه القصيدة وحبيتها بشكل كبير وحبيت حزية حبيت حزية هذا الظل ولكن تمنيت أن لو كانت حزية وش فقط ظل إنسان حي طيب أنت عندما تكتب رواية أنك يجب أن تخرج هذه الشخصية اللي هي مجرد لغة تخرجها إلى الواقع الموضوعي حتى الناس يشوفوها يتلمسوها يشموا روائحها عطورها شكلها طيب الرواية هي هذه ووظيفتها أيضا يعني وبدأت أشتغل على الموضوع وكان أمر عادي لكن فجأة أنا استخدمت بشيء مثلا استخدمت مجموعة أشياء مو شيء واحد مثلا لي قولوا أنه هذا النوع من الغزال العذري حتى اليوم كنت نشوف الان بي سي وهو يكررون نفس الكلام هاي القصيدة العذرية أخي ما فيش قصيدة عذرية فيه قصيدة شعرية جميلة فيها ما هو حسي وفيها ما هو روحي ليش أنا كل ما تعلق الأمر بالحب روح نفصل بين الحالتين لا انفصال وبالعكس بن جيتون كان راقيا في هذه العملية قال الحسي وقال الروحي أيضا خاصة عندما يتحدث على موتها ولا على كيف كانت إلى آخره